سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم حمد ابراهيم من قناتكم محمد حمود للتقنيات. النهاردة ان شاء الله هناخد موقع الموقع ده تشرح كتير وتقال ان هو بيكسب دولارات والكلام ده. احنا هنشوف دلوقتي بعنينا كل حاجة. اول حاجة هتضغط بعد ما تدخل على الموقع. تسيب لك الرابط اسفل الفيديو. هتضغط على بعد كده بتقول له الاسم بالكامل. تاني حاجة هتكتب الايميل هتعيد كتابة الايميل هتكتب سنة ميلادك. آآ الف وتسعمائة وتسعين الف وتسعمائة وتمانين ايا كان. آآ بعد كده بتختار بتخليه اي يوزر نيم انت عايزه. بتكتب بتعمل بتعمل بتكتب بتكتب يعني انت مولود فين في مصر في الجزائر في تونس في المغرب هتقول له انا لست برنامج روبوت وتعمل علامة الصح دي وتقول له تمام بعد كده انا دلوقتي هعمل عشان عندي حساب هعمل الكباتشة بس هنقول لكم دلوقتي جدوى الربح منه جدوى الربح من الموقع ده هاد الموقع ده اشتغل عليه وابدأ اشتغل عليه ولا آآ الشغل عليه مالوش لازمة هنشوف دلوقتي بعد ما بتعمل لوج ان بحسابك بيزهر لك الشكل ده بيحمل لك صفحة تانية خالص وبيقول لك بيقول لك برضو انت آآ انت لست برنامج روبوت كباتش يعني بتحلها وبعد كده بتدخل تمام? انا بارح اشتغلت عليه وخلصت كل المهمات اللي عليه خدت لي واحد سنت واحد من مية دولار يعني واحد سنت الدولار مية سنت تمام? الدولار خمستاشر جنيه يعني مية سنت انا باخد بقى واحد من مية من الدولار طبعا ده مبلغ قليل جدا يعني عشان اجيب دولار لازم اعود لي مية يوم انا كده في يوم خدت لي واحد سنت خلاص هنقول دلوقتي الموقع انت ممكن تربح منه عن طريق كزا حاجة انا هقول لك دلوقتي المفيد هنقول له فوق خلاص تمام اي موقع رب حمال لازم تدور انت هتشتغل عليه قد ايه? وهتشتغل بعد ما تشتغل عليه قد ايه اللي هتسحب امتى? يعني قدنى حد للسحب فين قد ايه في الموقع? خلاص? هقوله كل الكلام ده. دلوقتي انا جمعت كل الكلام ده ده بارة عن اعلانات هتشوفها وهتاخد الايه? المبالغ دي. مسلا ده اعلان سبع ثواني هتاخد عليه آآ بوينت زيرو 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 خمسة من الدولار. يعني مش محصل واحد سنت لا. ده اقل كتير جدا من واحد سنت. وكل دي اعلانات. لو انا لو انت جمعت الاعلانات دي بكالكولاتور بس كده يعني القيم دي جمعتها مع بعضها باي قلة حسبة هيقول لك انها تجيب آآ خمستاشر من الف يعني واحد برضو سنت واحد سنت ونص. طبعا يعني كده في اليوم بنت بتاخد واحد سنت تقريبا. يعني انت في خلال شهر هتجيب تلاتين سنت يعني مش هجيب دولار هتجيب تلت الدولار تقريبا. خلاص? طيب دلوقتي هعمل لكو بس اعلان زي الاعلان ده هضغط عليه ضغطة. هيحمل لي صفحة وهيحمل لي زي آآ مؤشر انك انت آآ يعني هو ان المؤشر ده اللي هو السبع ثواني هيعده وهنشوف هنعملي دلوقتي. طبعا ما ينفعش نسيب الصفحة والكلام ده طبعا دي حاجة معروفة. عشان يتحسب المبلغ. بقول لك يعني الصورة المقلوبة. يعني دي كلها صورة الصورة السورة الوحيدة المقلوبة الصورة دي. هنضغط عليها ضغطة. يبقى كده حلية. يبقى كده ايه? هم قافل الصفحة دي. وارجع على الموقع التاني وهكذا. خلاص? انا دلوقتي عايز اجيب الصفحة الرئيسية. اضغط على هوم هنا. اقول له اضغط على اكاونت فوق. خلاص دي الصفحة الرئيسية. لو انا بقى عايز اسحب هقول له خلاص? عشان نعرف قد نحدر السحب قد. خلاص? بيقول لك دلوقتي يعني اقل حد للسحب اربعة دلار. تمام? اربعة دلار دول هجيبهم في خلال قد ايه? على المعادلة اللي انا شغل بيه ده. هنعمل حزبة بسيطة. الميت الدولار بجيبه في خلال قد ايه? ميت يوم. ماشي? يعني ربعمائة يوم عشان اجيب اربعة دلار. ربعمائة يوم يعني كام ربعمائة على تلاتين. ربعمائة على تلاتين. سوري. ربعمائة على تلاتين. يعني تلات اه تلاتاشر شهر. خلاص? تلاتاشر شهر عشان اجيب اربعة دولار. يعني سنة تقريبا. سنة عشان اجيب اه اربعة دولار وابدأ اسحب في الموقع. فطبعا ده كده مالوش اي قيمة الموقع ده. طيب في حاجة بقى حد تاني يقول لك لا. طيب ما فيه عروض تانية في الموقع. زي ارنمور. في عندك اه عروض وحاجات برضو كويسة هندخل عليها عشان اوريكم نفسه. ضغطنا على ارنمور وضغطنا على العروض. العروض اغلبها انك انت بتنزل العاب وبتفتحها او بتوصل للمستوى فلان مستوى كزا او بتشتري لعبة او بتشتري منتج. خلاص يعني الحاجات دي في حاجات للايباد ما هكتوب ايفون حاجات للايباد والايفون فقط بينفعش في الاندرويد دي اندرويد ده بيقول لك دي سبعة مص سنت يعني بقول لك هتنزل وتفتح وتعمل وتشغل فيديو واحد وتاخد سبعة مص سنت طبعا ده على الموبايل يعني هتفتح التطبيق برضو من على الموبايل هتفتح الموقع سوري من على الموبايل اللي هو اللي هو الموقع ده وتعمل لجئة عادي بحسابك هيفتح ما فيش اي مشكلة وهتدخل وهتنزل البلنامج ده وتعمل له وتفتحه وتشغل فيديو واحد وبكده يجي لك سبعة مص سنت انا عملت الحاجات دي وبصراحة ما جاليش حاجة خلاص فانت لو عايز تجرب ما فيش مشكلة طيب ده يعني بيقول لك دل وقت انت هتشتري يعني بيقول لك نزل ويفتح اللعبة واعمل شراء عملية شراء فيها هتاخد نوع وعشرين سنت يعني دولار واثنين من عشر دولار يعني دولار وعشرين سنت هنا يعني نزل ويفتح اللعبة دي واتاكة يعني هاجم الوحش اللي في تمام دي هتاخد عليها ستين سنت وهكزا بقى في كل العروض طيب في عروض تانية اه في عروض تانية هنقول له اه في اه دي عروض بيقول لك اه ابل ميوزك ده تنين سنت ده الابل بس للايفون ده يعني بس افتح واستخدم من برنامج خمسة سنت عملته برضو مجاليش حاجة ده برضو بيقول لك ده للايفون وده الاندرويد يعني ده الاندرويد وده الايفون ده مش متكرر تمام مكتوب شرطة اندرويد للاجزت الاندرويد وده شرطة ايفون للاجزت الايفون خلاص ده على ايفون فقط ده انا بيقول لك نزل بالنمج شاهد وعمل لنا تقييم آآ تقييم خمس نجوم وهتاخد عشرة سنت دي اللعبة دي ده للاندرويد يعني بس هتفتحها هتنزلها وهتفتحها فقط لغير هتاخد اتنين سنت هنا هتاخد تسعة سنت لو انت يعني هتفتح فقط وتشغل البرنامج يعني ايفون فطبعا ده مش هيشتغل على اندرويد ده هتاخد تسعة سنت الاندرويد مكتوب شرطة اندرويد فيه او مكتوب هنا تحت باللون الاندرويد ده اندرويد يعني هتفتح وتستخدم البرنامج هتاخد ستة سنت فلو الحاجات دي فعلا كانت شغالة انا هقول لك الموقع يبقى ممتاز بس للاسف الشديد الحاجات دي انا استخدمت حاجات منها وما فيش حاجة شغالة يعني استخدمت بالفعل ونزلت وعملت حاجات وما فيش وما فيش اي فلوس جات لي خلاص ولا حتى جات في المراجعة يعني حتى بيجي لك في هنا يعني لو ضغطنا على في هنا حاجات بتتكتب يعني يعني العروض ديا بيقول لك مسلا زيرو يعني عملت اه لو في دفعة مسلا انت بتسحبها بيقول لك والكلام ده يعني كل اللي معاك اه بوينت زيرو واحد خمسة يعني واحد سنت تقريبا ونفس الرصيد اللي هو ده اللي هو رصيد الاعلانات او الرصيد اللي انت بتشتري به اه ده اللي انت سحبته يعني النقاط المتاحة تسعتاشر ممكن تعمل لها تحويل لدولارات هتقول له اما نشوف الخمس تلاف نقطة بدولار تمام تسعتاشر نقطة دول انا هقول له تسعتاشر هنشوف هيكفقه كام تلاتة من الف ماشي قال له سبمت يعني اهل اه تحويل بيبقى خمسين لما نشوف الخمسين ده كام خمسين ده يعني واحد سنت خلاص هنقول له اكاونت تاني. طيب النقاط دي اللي هي دي النقاط المتاحة اللي هي معك اصلا تسعتاشر جبتها منين انا انا عملت زي ما قلتلكم عروض بس العروض في عروض بفلوس وفي عروض بنقاط يعني لو انت قلت له دي او الدراسات الاستقصائية في عروض هنا مش مكتوب دهن بها بالسنت لا مكتوب اه بالبوينت. بس دي موجودة سنتات في في عروض انا دخلتها اه اه اجاب لي انها من نقاط فانا عملتها دي برضو بالسنتات يعني اه قيم سنتات متغيرة مش محددها لك اللي هي اللي هي الدراسات الاستقصائية اللي انت بيسألك اسئلة وانت بتجاوب عنها فالموقع اه انا شايفه يعني الموقع انا شايفه ان هو يعني غير مجدي العمل عليه انت برحتك انت والله يشتغل عليه وشوف بنفسك لكن انا بقول لك الحاجات المتاحة اللي تقدر تعملها كل يوم اللي هي دي هتجيب لك واحد سنت فقط في اليوم يعني هتسحب الاربع دولار على الموقع في خلال تلاتاشر شهر يعني سنة وشهر على ما تسحب الرصيد الخاص بيك لو انت عايز تعمل وتشتغل على العروض دي خلاص دي هتبدأ تشغل عليها وتنزل وتعمل العاب وتنزل برامج اه توصل فيها البرامج معينة او مستويات معينة عشان يبدأ يحول لك اه السنتات دي بس للاسف انا جربت وما حولش السنتات يعني هو بيقول لي مسلا تلتميت سنت على ده دي تلاتين سنت على ده عملنا الكلام ده وما فيش للاسف حاجة اتعملت معيني كنت ملاحظ ان دي للاندرويد ودي مسلا يعني انا عارف انا بعمل اي عرض وعارف بزبط انا بعمل ايه وبالفعل ما فيش حاجة اتحولت هي بصراحة عشان للامامة اتحول بعض النقاط النقاط هنا في اللي هي او النقاط المتاحة كان اتحول لي تسعتاشر نقطة من النقاط اللي انا عملتها بس انا يعني انا ما عملتش حاجات بنقاط انا عملت حاجات بسنتات يعني يعني مثلا عملت مهمة بعشرة سنت عملت مهمة بسبعة سنت فمفروض يحول لي دي سنتات على الرصيد الاساسي. ما حولش الاسف سنتات. لا حولها لنقاط. تمام? يا رب لكم الفيديو عجبكم. ما تنسوش اشتراك في القناة وعمل اجاب الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.